بين المسعى الفرنسي لحكومة وحدة وطنية وبين المطب الأمريكي بحكومة حيادية تصف المصادر المتابعة المشهد الحكومي بشد الحبال بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورفضه حكومة الحياد مرجحا حكومة الوحدة غامزا من قناة الرئيس سعد الحريري رسالة نصر الله بدأت واضحة من لا يستطيع تحمل المسؤولية فليخرج ويترك الناس تبحث عن خيارات جديدة أما إذا كان البعض مصرا على الوقاء وفي الوقت نفسه لا يريد المساهمة في تحمل مسؤولية ما كان شريكا في تخريبه ويتآمر ويحاصر من يريد تحمل المسؤولية فلا أعرف ماذا ممكن أن يسمى هذا التصرف مصادر متابعة للاتصالات السياسية قالت للأو تي في أن الوجود الدولي في لبنان أصبح أقوى من أن يعارضه أحد وليست زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جوى الضريف سوى دلالة على ذلك ورسالة إيرانية بوجه الضغوط الأمريكية الحركة الدولية العالقة بين مجموعة فيتوهات حكومية تبدو مستقرة على سعد الحرير رئيسا للحكومة أو على الأقل يبدو الأوفر حظا مع تراجع حدوث نواف سلام وبانتظار جلاء المشهد الحكومي لكلام يعلو على الإصلاحات وتدقيق الجنائي بالنسبة للتيار الوطني الحر الذي سيكون لرئيسه جبران بيسير كلمة يوم الأحد ظهرا سيركز خلالها على ضرورة الذهاب إلى إجراء الإصلاحات تماما كما طالما تحدث الرئيس ميشيل عون وتحديدا ضرورة إجراء التدقيق ليس فقط على حسابات مصرف لبنان بل على كل مؤسسات الدولة فبعد جولة أوروبية وأمريكية على لبنان قد يكون أهم فيها هي دعوة القوى اللبنانية إلى عدم عرقلة البنود الإصلاحية التي كان يفترض أن تقر في الأشهر الماضية هذا ما سيشكل اهتمام التيار الوطني الحر في المقبل من الأيام بانتظار جلاء شد الحبال الحكومي